اختلاف في وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة حماس حول قضية حصار قطاع غزة قد يزيد من تعقيد عملية المصالحة بين الطرفين فمن جهة تعتبر حماس ممثلة برئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أن إبرام أي اتفاق تهديئة مع الكيان الصهيوني مقابل رفع الحصار عن القطاع لن يكون له أثمان سياسية ولن يدخل ضمن ما تسمى صفقة القرن والتطبيع مع الاحتلال وعلى الجانب الآخر تتمسك السلطة الفلسطينية برفض أي مفاوضات مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق برفع الحصار عن غزة وتعتبر التعاطي مع واقع غزة من خلال نافذة إنسانية سيؤدي نهاية الأمر إلى فصل القضية السياسية للقطاع عن مجمل فلسطين المحتلة بما فيها القدس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صأب عريقات يرى أن استراتيجية نيتنياهو وترامب الجديدة تستند إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس وهي استراتيجية عمل على تحقيقها رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق أريل شارون بحسب ما ترى السلطة الفلسطينية ومن زاوية أخرى تعتبر التفاوض من أجل ظرف القطاع الإنساني مساساً بحق العودة التي انطلقت من أجله مسيرات العودة ودفعت مئات القتلى والجرحى لكن الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها القطاع تستوجب الفصل بين القضايا والمباحثات دون المساس بالقضية الأم كما ترى حركة حماس وتنضي بذلك قدماً من خلال البحث عن أطراف دولية تضغط على حكومة الاحتلال من أجل كسر الحصار وإدخال المساعدات العاجلة من وقود وغذاء مقابل تهدئة عسكرية مؤقتة ما لم يتحقق الحلم الفلسطيني الكامل بعودة الأرض لأصحابها